بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حزن صالح مشهد من الشبكات الرقمية في الفيديو 112 والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج A Plus شاهد تعلم واستمتع إعدادات الحماية الأساسية لنظام تشغيل ويندوز مايكروسوفت المستخدم والمجموعات يوجد عدد من المجموعات التي يتم إنشاؤها على نظام التشغيل بشكل افتراضي ومنها مسؤول النظام وهو الحساب الأقوى على الإطلاق في نظام التشغيل فلديه القدرة على القيام بكل شيء في نظام يعني من أصغر مهمة في نظام التشغيل حتى إزالة نظام التشغيل بالكامل مما يجعل من حساب مسؤول النظام مستهدف من قبل المخترقين لذلك هذا النوع من الحسابات يجب منحه فقط لمن تكون وظيفة مسؤول النظام ويحتاج الصلاحيات الممنوحة لهذا الحساب لآداء وظيفته مع عدد ذلك يجب أن يحصل على حساب غير حساب مسؤول النظام وإنما حساب بصلاحيات تناسب وظيفة الشخص في داخل الشبكة في الويندوز يتم تلقائيا إنشاء مجموعة مسؤولي النظام بحيث تكون تنظيمية لإظهار كل المستخدمين أصحاب الحسابات مسؤولي النظام كذلك الإعدادات أو السياسات التي يتم تنفيذها على مجموعة هي سوف يتم تنفيذها على كل من في داخل المجموعة من نقاط حماية حساب مسؤولي النظام أنه يكون لدى مسؤول النظام حساب مستخدم عادي بحيث أي استخدام له على نظام التشغيل لا يحتاج فيه إلى استخدام حساب مسؤول النظام فيستخدم حساب المستخدم العادي Power User وهو أقل قوة في الصلاحيات من حساب مسؤول النظام وتلقائيا بيقوم الويندوز بإنشاء مجموعة Power User بحيث الحسابات الموجودة في داخل هذه المجموعة لديها صلاحية إعطاء أذونات القراءة والكتابة في داخل النظام ولديهم القدرة على تثبيت معظم البرامج ولكن لن يكون بمقدورهم إجراء التغييرات الرئيسية في نظام التشغيل هذه المجموعة جيدة لهؤلاء الذين يحتاجون إلى اختبار البرامج مثل المبرمجين وكذلك المسؤولين المبتدئين Guest وهي مجموعة تحتوي على حسابات الضيوف على نظام التشغيل يتمتع أعضاء مجموعة الضيوف بنفس حقوق المستخدمين باستثناء أنه لا يمكنهم تشجيل الدخول أفضل سبب لجعل المستخدمين أعضاء في مجموعة الضيف هو أن يكون لهم الوصول إلى النظام لفترة محددة فقط Standard User مجموعة المستخدم المعياري وهي المجموعة الإفتراضية التي ينتمي لها حسابات المستخدمين العادية وهذه الحسابات لا يمكنها التغيير في الإعدادات الخاصة بنظام التشغيل والصلاحيات الممنوحة لهم هي من قبل مسؤول النظام Administrator ولا يستطيعون التعديل عليها وعلى مسؤول النظام إعطاء هذه الحسابات الامتياز الأقل أي أن يحصلوا على صلاحيات تكفي أن يؤدوا وظائفهم دون زيادة الـ NTFS مقابل الشير برميشنز الـ NTFS هي اختصار لـ New Technology File System وهو نظام ملفات ظهر في ويندوز NT ليعالج مشاكل متعلقة بالحماية والتعامل مع أحجام أكبر للقرص الصلب وإضافة خصائص غير موجودة في الفات 32 مع الـ NTFS الملفات والدلائل وأقسام القرص الصلب كل منها من الممكن أن يكون الحماية الخاصة بها وحماية الـ NTFS هي مرنة ومبنية في الـ NTFS والقرص الصلب ويعطي أنواع من الأذونات للوصول مثل قراءة أو كتابة أو تعديل أو تحكم كامل مما يعطي مرونة في إعداد الأذونات في الشبكة بالإضافة إلى ذلك إمكانية التشفير للبيانات على القرص الصلب مايكروسوفت توصي بشدة بإنشاء كافة مشاركة الشبكة باستخدام الـ NTFS العديد من أنظمة تشغيل الويندوز الحالية تدعم كل من الفات 32 والـ NTFS وتعطي إمكانية التحويل من الفات 32 إلى NTFS دون فقدان البيانات ولكن العكس سوف تحتاج إلى إعادة تهيئة القرص الصلب وتثبيت البيانات مرة أخرى من النسخة الاحتياطية بالنسبة لي الشير برميشنز أو أذونات المشاركة وهي تنطبق فقط عندما يقوم المستخدم بالوصول إلى ملف أو مجلد من خلال الشبكة بحيث يتم استخدام الأذونات والسمات المحلية لحماية الملفات على مستوى المستخدم المحلي السماح مقابل المنع بحيث من خلال الـ NTFS تستطيع التحديد كإجراء أساسي السماح أو المنع للوصول إلى Object معين في نظام التشغيل الانتقال أو التحرك مقابل النسخ للمجلدات والملفات عند نسخ ملف ولسقه في مكان آخر فأنت تقوم بإنشاء كيان جديد أما عند نقل الملف فأنت تغير مكان تواجد يعني من خلال الكت والبست أو القطع ولسق ويظل لديك كائن واحد فقط عادة النسخ ملف ولسقه في مكان آخر عنده لن يحتفظ بالأذونات التي كانت معدة عليه في الملف الأصلي وإنما سوف يأخذ الأذونات الموجودة في الموقع الجديد أما عند نقل الملف فسوف يحتفظ بالأذونات المعدة عليه وفي حال قمت ملف من وحدة تخزين NTFS إلى وحدة تخزين FAT32 فعندها سوف يفقد الملف الأذونات المعدة عليه أما إذا نقلت ملف من وحدة تخزين FAT32 إلى وحدة تخزين NTFS فعندها سوف يتم إضافة الأذونات على الملف المعدة على الموقع الذي انتقل له الملف سمات الملف اللي هي File Attributes الأذونات من الممكن إعدادها بشكل فردي ويوجد لدينا عدد من سمات الأذونات وهي كالتالي على مستوى أذونات دليل NTFS هي لدينا Full Control هذا يعطي المستخدم كل الخيارات الأخرى والقدرة على تغيير الأذونات ويمكن للمستخدم أن يحصل على ملكية الدليل أو أي من محتوياته لدينا Modify يجمع ما بين إذن القراءة والتنفيذ مع الكتابة ويسمح للمستخدم بحذف كل شيء بما في ذلك المجلد القراءة والتنفيذ وهو يجمع بين إذن القراءة والقدرة على التشغيل والتنفيذ قائمة محتويات المجلد وهو إذن يسمح للمستخدم بعرض محتويات الدليل والانتقال إلى الدلائل الفرعية الخاصة بهذا الدليل قراءة وهو يسمح للمستخدم بالتنقل وعرض محتويات الدليل وعرض الملفات في الدليل كتابة وهو يسمح للمستخدم بإنشاء كيانات جديدة في المجلد مع إمكانية تغيير السمات لدينا أذونات الملفات أو ملف الـ NTFS عندنا هنا Full Control أو تحكم كامل هذا يعطي المستخدم جميع الأذونات بالإضافة إلى إذن أخذ الملكية وتغيير الإذن لمستخدمين آخرين لدينا الموديفاي يقوم بدمج إذن القراءة والتنفيذ مع إذن الكتابة وكذلك يسمح للمستخدم بحذف الملف لدينا القراءة وهو يسمح للمستخدم بعرض محتويات الملف ورؤية الملكية والسمات قراءة وتنفيذ يجمع ما بين إذن القراءة والقدرة على التنفيذ كتابة هذا يسمح للمستخدم بالكتاب على الملف وكذلك تغيير السمات والنظر في الملكية والأذونات الملفات والمجلدات المشتركة ويتعني أن أي ملف أو مجلد أستطيع عمل مشارك له مما يجعل من المستخدمين الآخرين في الشبكة قادرين على الوصول إلى هذا الملف أو المجلد مجلدات وملفات النظام ملفات النظام ومجلدات عادة ما يتم جعلها مخفية مما يعني أنها لا تظهر عندما يقوم المستخدم بعرض قائمة الدليل وذلك من باب حماية هذه الملفات من أن يقوم المستخدم بحثفة من غير قصد مما يؤدي إلى تلف نظام التشغيل ومسحة لعدد من الأسباب مثل أن يظن المستخدم بأنه عند مسح هذه الملفات لتوفير مساحة على القرص الصلب وبالإمكان يظهر هذه الملفات ولكن إخفاءها هو حماية لها مساطقة المستخدم وهي لكي يتمكن المستخدم من الدخول على نظام التشغيل والتعريف عن نفسه باستخدام وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ودعم تشجيل الدخول الموحد أي بمساطقة واحدة يتمكن المستخدم من الوصول إلى جميع الموارد في النظام والشبكة وكذلك استخدام الشهادات الرقمية التشغيل كأدمنستريتور أو كمسؤول نظام مقابل التشغيل كستاندرد يوزر أو المستخدم المعياري بعض العمليات لا تعمل إلا بتشغيلها من خلال حساب مسؤول النظام كذلك دخول بعض المرامج كمسؤول نظام يعطي امتيازات وإمكانية عمل الإعدادات والتي لا تظهر عند الدخول على هذه البرامج كمستخدم عادي وهذه من نقاط الحماية في نظام ويندوز البتلوكر وهي أداة تشفير لمحرك القرص الصلب الكامل أو قسم من أقسامه وكذلك قد يشفر ملفات الإقلاع مما يجعل النظام غير قادر على الإقلاع إلا بالطبع بعد إدخال كلمة السر لفك تشفير البتلوكر مما يقدم حماية لمن يحاول تشغيل الجهاز وليس لديه مفتاح التشفير وكذلك عندما يقوم بفك القرص الصلب ووصله بجهاز آخر لدينا هنا البتلوكر تجو وهي توفر قدرة التشفير للمساعدة في منع الغير مصرح به للوصول إلى الملفات المخزنة على وصاة التخزين المتنقلة لدينا EFS اللي يختصر لإنكريبشن فايل سيستم وهي أداة تشفير مدمجة في نظام تشغيل ويندوز وهو يسمح للمستخدم بتشفير الملفات التي لا يمكن فك تشفيرها إلا من قبل المستخدم طيب السؤال هنا ما الفرق بين البيتلوكر والبيتلوكر تجو والEFS طبعا بالنسبة للعمل المشترك جميعا بتقوم بتشفير البيانات أي تحويل البيانات من بيانات مفهومة إلى بيانات غير مفهومة بحيث لا يستطيع الاستفادة منها الغير مصرح لهم الاطلاع على هذه البيانات ما الفرق؟ الفرق أن البيتلوكر بيقوم بتشفير القرص الصلب بالكامل أو Partition يعني قسم من أقسام القرص الصلب لكن عندنا البيتلوكر دو جو هو لتشفير وصائد التخزين المتنقلة مثل مثلا القرص الصلب الخارجي أو USB Flash Memory كمثال اللي هي ذاكرة الفلاش أما EFS فهو يقوم بتشفير الملفات بشكل فردي يعني أنا ممكن أختار ملف معين أو ملفين أو ثلاثة وأقوم بتشفيرهم وهذا مفيد من ناحية إيش أنه أنت لو قمت بتشفير كامل القرص الصلب بما في ذلك نظام التشغيل فهذه عملية ثقيلة على الجهاز أولا تستهلك مما وارده مما يقلل عمره الافتراضي كذلك العملية تكون بطيئة لأنه أنت تحتاج وقت حتى يتم فتح التشفير ومن ثم لما تيجي تغلق الجهاز مثلا يتم وقت حتى يتم عادة التشفير فهذه عملية تستهلك وقت فإذا كان عندنا لا عدد ملفات محدود هو اللي نريد تشفيره فنستخدم الـ EFS فقط فنقوم بتشفير هذه الملفات المهمة بشكل فردي أفضل الممارسات الأمنية لحماية الـ Workstation أو محطة العمل محطة العمل هي عبارة عن جهاز كمبيوتر مكتبي بيتم استخدامه غالبا في مواقع العمل بحيث أن هذا الجهاز الكمبيوتر بيكون مصمم لكي يعمل عدد ساعات يعني مش عدد ساعات يمكن أيام وحتى أسابيع حسب جودة الـ Workstation يعمل بدون توقف وبدون الحاجة إلى عمل إعادة تشغيل أو إطفاء لفترة طويلة يعني زي ما ذكرنا ممكن أيام أو أسابيع حسب جودة الـ Workstation نفسه أو محطة العمل فبالتالي هنا رح نتكلم عن أفضل الممارسات الأمنية لحماية محطات العمل كأجهزة كمبيوتر موجودة في بيئة العمل بعض هذه النقاط رح نجد أنها مشتركة مع الكمبيوتر العادي ولكن بشكل عام أغلب جميع هذه النقاط رح تكون مناسبة للأجهزة الكمبيوتر الموجودة في محطة العمل والتي قد تكون من النوع الـ Workstation يوجد لدينا عدد من النقاط ننفذها لكي نحصل على تعتبر أفضل ممارسات لتأمين محطة العمل وهي كالتالي لدينا إعداد كلمات سر قوية يجب أن تكون كلمة السر قوية لأطول فترة ممكنة معظم خبراء الحماية يعتقدون أن الحد الأدنى لكلمة السر هي أن تتكون من عشرة خانات إذا كنت تستخدم فقط حروف صغيرة فحيكون لديك 26 خانة طبعا هذا بناء على الحروف الإنجليزية إذا أضفت الأرقام من صفر إلى تسعة فسوف يكون لديك عشرة خانات إذا استخدمت الحروف الكبيرة فسيكون لديك 26 خانة مما يعطينا مجموعه 62 خانة إذا استخدمت كلمة سر مكونة من أربعة خانات فعدد الاحتمالات سوف يكون 62 ضرب 62 ضرب 62 ضرب 62 مما يعطينا تقريبا 14 مليون كلمة سر محتملة إذا استخدمت خمسة خانات لكل كلمة سر فسوف يزيد ذلك إلى ضرب 62 خامسة مما يعطينا ما يقارب 920 مليون كلمة سر محتملة إذا استخدمت كلمة سر مكونة من 10 خانات فسوف يعطيك ضرب 62 في نفسها عشر مرات مما يعطينا عدد كبير جدا من الاحتمالات وبالتالي كما نرى كلما زاد عدد خانات كلمة السر كلما زاد عدد الاحتمالات مما يزيد من صعوبة كسرها وتخمينها فحاليا كسر كلمة السر المكونة من أربعة خانات رح تكسر في جزء من اليوم وذلك من خلال أداء من أدوات كسر كلمة السر اللي بيستخدمها المخترقون بينما كلمة السر المكونة من 10 خانات فكسرها سيحتاج وقت طويل واستهلاك المزيد من قوة المعالجة تكرنا استخدام الحروف الصغيرة والكبيرة والأرقام لنستخدمها في إنشاء خانات كلمة السر لدينا أيضا الرموز مثل الات مثل الهاش مثل البرسنت مثل الساين دولار وغيرها من الرموز إذا لدينا نقطتين إذا لدينا نقطتين لجعل كلمة السر قوية النقطة الأولى هي تعقيد كلمة السر بحيث نجعلها تتكون من حروف صغيرة وحروف كبيرة وأرقام ورموز النقطة الثانية أنه كلما زاد عدد خانات كلمة السر كلما جعل ذلك من الصعب أن يتم تخمينها وبالتالي نجعل يصبح لدينا strong password أو كلمة سر قوية انتهاء صلاحية كلمة السر كلما طال مدة استخدام كلمة السر كلما زاد ذلك إلى احتمالية تعرضها للخطر من ناحية أن يتم كشفها أو كسرها ولهذا يجب أن يتم إعطاء كلمة السر فترة صلاحية معينة ففي الشبكات ذات الحماية العالية يتم جعل المستخدمين يقومون بتغيير كلمات السر كل 30 يوم ويتم أيضا منعهم من إعادة استخدام كلمات السر القديمة حيث معظم أنظمة إدارة كلمات السر لديها القدرة على تتبع كلمات السر المستخدمة من قبل المستخدم سابقا مما يمنع المستخدمين من إعادة استخدام كلمات السر القديمة طلب كلمة السر لشاشة التوقف يجب أن تبدأ شاشة التوقف تلقائيا بعد فترة قصيرة من وقت الخمول وهي تعني أن المستخدم لا يقوم بأي شيء على محطة العمل وللحماية يجب أن يتم طلب كلمة السر قبل أن يتم إنهاء شاشة التوقف وأن يتمكن المستخدم من بدء الجلسة مرة أخرى يعني طبعا كيف رح توفر لي حماية الفكرة هنا أنه إذا المستخدم مثلا ذهب بعيدا عن الجهاز لأداء غرض ما في داخل المبنى نفسه مثلا أو في داخل الشركة فتظهر شاشة التوقف فقد يقوم شخص ما آخر غير مصرح له قد يكون موظف قد يكون زائر إلى آخر يقوم بمحاولة الدخول على الجهاز فبمجرد أن يقوم بالنقر على زر ما تظهر له نافذة منبثقة تطلب منه إدخال كلمة السر وبالتالي تمنع هذا الشخص الغير مصرح له من استغلال أن الجهاز يعمل واستغلال أن الموظف غير موجود حول الجهاز أو بالقربة منه فتمنعه من الدخول على محطة العمل لدينا البيوس واليو اي اف اي طبعا اليو اي اف اي هذا البديل الجديد للبيوس لدينا كلمات السر المتعلقة بالبيوس واليو اي اف اي وهي اللي جعل الوصول إلى البيوس أو النسخة الأحدثة اليو اي اف اي يتطلب إدخال كلمة السر للدخول مما يحمي اعدادات البيوس الغير بحيث من الدخول الغير مصرح به بحيث قد يقوم شخص ما بالدخول على اعدادات البيوس لمحطة العمل ووصل الكمبيوتر بفلاش يوس بي وتغيير ترتيب التمهيد بحيث يكون اولا من الفلاش ميموري بدلا من القرص الصلب لدينا الطلب طبعا هذا رح يساعده في عملية اختراق الورك ستيشن أو محطة العمل لدينا هنا طلب كلمات السر تأكد من أن كل جهاز لديك وكل محطة عمل تتطلب كلمة السر للدخول على الجهاز ولجميع الحسابات إدارة الحساب وهو الحساب الذي يتم إنشاؤه على محطة العمل وتشمل إدارة الأمنية على النقاط التالية تقييد اذونات المستخدم بحيث عند تحديد واعداد اذونات المستخدم يتم اتباع مبدأ الامتياز الأقل وذلك من خلال منح كل مستخدم الحد الأذنى من الأذونات الكافية لآداء عمله على محطة العمل ومع الأعداد الكبيرة للمستخدمين فيمكنك توزيعهم على مجموعات وإعداد الأذونات بناء على كل مجموعة قيود وقت التسجيل طبعا وقت تسجيل الدخول معظم المستخدمين الذين يعملون على محطات العمل الموجودة على شبكة تابعة لجهة العمل بيحتاجوا العمل عليها أثناء دوام العمل الرسمي للعمل على محطات العمل والوصول إلى موارد الشبكة وعندما يظل حسابات هؤلاء المستخدمين نشطة ما بعد الدوام الرسمي فإن ذلك يكون نقطة ضعف في حال تم اختراقها لذلك من زيادة مستوى الحماية ربط تسجيل دخول هؤلاء المستخدمين ضمن وقت الدوام الرسمي مما يزيد من الحماية لأن اختراق حساب معطل لن يتمكن المخترق من إلحاق الضرر من خلاله طبعا هذا يطبق مع المستخدمين الذين يعملون ضمن الدوام الرسمي ولكن مع المستخدمين الذين يعملون ضمن الدوام وخارج أوقات الدوام فهؤلاء لن نتمكن من تنفيذ قيود وقت التشجيل الدخول عليهم تعطيل حساب الضيف لحماية نظام التشغيل في محطات العمل قم بتعطيل جميع الحسابات التلقائية والغير ضرورية ومن أشهرها حساب الضيف وكذلك تغيير أي كلمات سر تلقائية على النظام لأنها بتكون معروفة للجميع إغلاق المحاولات الفاشلة لدينا هجمة القوة الغاشمة وهو هجوم يحاول أن يقوم بتجربة كل الاحتمالات لكشف وكسر كلمة السر لحساب ما لذلك وللتسطي لهذه الهجمة أنظمة التشغيل بيكون لديها خاصية أمنية تتمثل في أن يتم تحديد عدد من المحاولات الفاشلة لتشجيل الدخول للحساب من خلال إدخال كلمة السر بشكل خاطئ مثل مثلا بعد ثلاث محاولات فاشلة يتم إغلاق الحساب وصاحب الحساب عندما يجد أن حسابه مغلق عنده يقوم بالاتصاب بمسؤول النظام لكي يقوم بإعادة تفعيل الحساب وإذا كان مسؤول يعمل في شبكة كبيرة فيها عدد كبير من المستخدمين مما يجعله يستلم الكثير من المكالمات عندها من الممكن أن يجعل مسؤول النظام إغلاق الحساب لمدة خمس دقائق ويكون لدى المستخدمين علم بذلك فعندما يتم غلق حساباتهم سوف ينتظرون خمس دقائق قبل محاولة تسجيل الدخول مجددا نفاذ الوقت وقفل الشاشة حساسية البيانات التي تظهر على شاشة محطة عمل المستخدم من الممكن أن تختلف من وقت لآخر يعني من وقت لآخر ومن مستخدم لآخر من الممارسات الجيدة لحماية هذه المعلومات عندما يبتعد المستخدم من أمام الجهاز وتجنبا أن يستغل شخصا ما ذلك من ناحية رؤية ما على الشاشة أو تصفح ما على الجهاز هو أن يتم إظهار شاشة التوقف بعد فترة قصيرة من الخمول وعدم قيام المستخدم بأي شيء على الجهاز وللحماية عند محاولة إزالة شاشة التوقف يتم طلب إدخال كلمة السر لإزالة شاشة التوقف تغيير حساب مسؤول النظام وكلمة السر عندنا جميع عنظمة ويندوز والأجهزة البنية التحتية للشبكية مثل الراوترات وجدران الحماية والسويتشات والويرلس أكسس بوينت أو نقاط الوصول اللاسلكية وغيرها من الأجهزة تأتي مع حسابات مسؤول النظام الإفتراضية وقد تأتي مع كلمات سر إفتراضية أسماء هذه الحسابات وكلمات السر الإفتراضية بتكون معروفة للعامة ومن ضمنهم المخترقين بحيث يتم البحث عنه ومعرفته في خمس دقائق أو أقل على الإنترنت لذلك دائما قم بتغيير الأسماء الإفتراضية للحسابات وكلمات السر الإفتراضية لهذه الحسابات وإلا فقد تجد مخترق جهازك ونظام تشغيلك من خلال أنه استخدم اسم المستخدم وكلمة السر الإفتراضية الموجودة على نظام التشغيل وظائف الـ Active Directory الأساسية لدينا من وظائفه الأساسية إنشاء حساب حذف حساب إعادة تعيين كلمة السر فتح حساب مغلق عمل ديسابل لحساب أو إغلاق لحساب يعني تعطيل للحساب الفكرة هنا أنه مع شبكات ويندوز رح يتم إنشاء دومين الدومين جميع الأجهزة محطات العمل رح يتم ضمها إلى داخل هذا الدومين والدومين رح يكون لدينا جهاز متحكم به يطلق عليه المتحكم بالدومين ويحتوي على الـ Active Directory الـ Active Directory هو المسؤول عن إدارة الأجهزة الموجودة عندي وطبعا مسؤول عن عدد من النقاط من ضمن الأجهزة والمستخدمين وخلافه فهنا نستطيع أن نقوم بعدد من إجراءات المتعلقة بحماية الـ Workstation أو محطة العمل فمثل ما ذكرنا نستطيع القيام بإنشاء الحسابات نستطيع أن نقوم بحذف حساب بحيث مثلا لو كان لدينا مستخدم ترك العمل فعندها يجب أن يتم حذف حسابه بعد فترة معينة من التدقيق وخلافه فيما يتعلق بحسابه لدينا أيضا إذا قام مستخدم بنسيان كلمة السر فنستطيع أن نقوم بعمل Password Reset من خلال Active Directory أي نقوم بإنشاء كلمة سر إعطاها لهذا المستخدم بحيث يدخل بها لأول مرة على الـ Workstation أو محطة العمل وبعد ذلك يكون مطلوب منه تغيير كلمة السر وإنشاء كلمة سر من اختياره لدينا هنا الـ Inlook Account يعني لو كان الحساب تم إقفاله بسبب عدد المحاولات الفاشلة المحددة لهذا الحساب مثلا ثلاث محاولات فاشلة للدخول فعندها يتم إغلاق هذا الحساب ويصبح Inlook فعفوا Inlook مغلق فهنا من خلال Active Directory يستطيع مسؤول النظام أن يقوم بعمل Inlook لهذا الأكاونت أو إغلاق إقفال هذا الحساب لدينا هنا Disable Account تعطيل الحساب هذه أيضا خاصية أمنية نستطيع تنفيذها من خلال Active Directory فكرتها أنه لو كان لدينا موظف يعمل على محطة عمل هذا الموظف لديه إجازة سنوية فذهب في إجازة سنوية فعندها يتم تعطيل حسابه مما يحميه من اختراق هذا الحساب وخلافه من الأمور المتعلقة بالحماية فعندها يظل الحساب Disable معطل حتى يعود هذا المستخدم من إجازته ويكون قادر على استخدام طبعا وقته يتم تفعيل الحساب من خلال Active Directory إذن Active Directory بما أنه بيسيطر على الحسابات وأيضا لديه سيطر على الأجهزة فبالتالي هو عنصر رئيسي لتطبيق الحماية فنستطيع أيضا مثلا تطبيق البوليسي اللي هي السياسات الأمنية وتنفيذها على الأجهزة في داخل شبكة الدومين عندنا هنا Disable Auto Run اللي تعطيل التشغيل التلقائي يوجد خاصية التشغيل التلقائي بحيث عندما تقوم بربط محطة العمل بإحدى وسائط التخزين المتنقلة مثل DVD والUSB Flash Memory يتم تشغيله تلقائيا ويظهر نافذة محتويات هذه القطعة وهذه الخاصية قد يرى لبعض أنها ميزة ولكنها تعتبر ثغرة أمنية لمحطة العمل وذلك لأن البرمجيات الضارة قد تقوم باستغلالها فمثلا عندما تقوم بوصل محطة العمل بالUSB Flash Memory أو DVD فينبغي أن تقوم بعمل فحص له من خلال برنامج مكافح الفيروسات قبل فتحه للتأكد من خلوه من البرمجيات الضارة ولكن مع التشغيل التلقائي فسوف يتم فتح الUSB Flash Memory مباشرة قبل أن تتمكن من أن تقوم بعمل فحص مكافح الفيروسات مما يجعل البرنامج الضار يدخل على محطة العمل كذلك هناك برمجيات ضارة تستغل التشغيل التلقائي لبدء تشغيل ملف قابل للتنفيذ أو جعل محطة العمل تتصل بموقع ويب معين والقيام بعدد من العمليات الضارة وذلك باستغلال ومن خلال التشغيل التلقائي لذلك لتأميم محطة العمل تأكد من أن خاصية التشغيل التلقائي معطلة في نظام التشغيل مع العلم أن ماكروسوفت كانت في ويندوز XP تعمل ومفاعل التشغيل التلقائي فيما يتعلق بالمهام بينما مع الويندوز 7 والويندوز 8 و 10 قامت ماكروسوفت بجعل خاصية التشغيل التلقائي فيما يتعلق بالمهام معطلة تشفير البيانات لدينا في نظام تشغيل ويندوز نوعين من تشفير البيانات فلدينا البيتلوكر وهو لتشفير القرص الصلب أو قسم من أقسامه ويوجد منه نسخة البيتلوكر توغو لتشفير وسائد النقلة المتنقلة مثل الـ USB Flash Memory أو القرص الصلب الخارجي ولدينا الـ EFS وهو لتشفير الملفات بشكل فردي ويعتبر التشفير خاصية أمنية بحيث تقوم بتحويل البيانات المفهومة إلى بيانات غير مفهومة مما يحميها من أن يتم الاطلاع عليها من قبل الغير مصرح به ويتم فك التشفير من خلال المفتاح يوجد دينا نقطة يجب الانتباه إليها وهي أن التشفير يجب أن يكون مع البيانات ذات الخصوصية العالية والتي نحتاج إلى تشفيرها وذلك لأن عملية التشفير وفك التشفير تستهلك الكثير من قوة المعالج في محطة العمل وتجعل العمل عليه بطيء أثناء فك أو عمل التشفير وإذا قمت بتشفير كل شيء فقد يؤدي ذلك إلى أن محطة العمل تصبح غير قابلة للاستخدام بسبب الضغط العالي على المعالج لذلك يجب عليك تحقيق التوازن فيما بين الحماية وعدم الضغط على محطة العمل إدارة التصحيح والتحديثات التصحيحات والتحديثات إما تقوم بإصلاح شيء لا يعمل أو به خلل في عمله أو يقوم بإضافة وظائف جديدة أو يقوم بإغلاق ثغرة أمنية ولكن أحيانا قد يكون هناك خلل في التصحيح أو التحديث لذلك في الشبكات تحتاج إلى إدارة التصحيح والتحديث من ناحية أن تقوم باختبارها في بيئة تجريبية والذي يطلق عليها أيضا بيئة غير إنتاجية ويجب لحماية محطة العمل لتنزيل التصحيحات والتحديثات أولا بأول عند ظهورها على الموقع الإلكتروني للشركة المبرمجة للبرنامج أو نظام التشغيل ويوجد التحقق والتنزيل الأوتوماتيكي للتصحيحات والتحديثات فعلى مستوى ويندوز محطة العمل الغير متصلة بالشبكة فمن الممكن تفعيلها وعلى مستوى الشبكة يوجد المايكروسوفت ويندوز سيرفر أبديت سيرفيس اللي هي تختصر بيئة تباليو ساس والتي يمكنها إدارة التحديثات والتصحيحات لكل من السيرفرات ومحطات العمل في الشبكة إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته